السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم مهندس هاني امام من ابداع اكاديمي ومكيوب اكاديمي ان شاء الله النهاردة ما بعد هناخد موديل سريع لكورسي زي ده بالشكل ده كده فتاع نشوف ازاي نعمله التعمل ده في ماكس اول حاجة نعمل ان نحن نزبط اليونت ممكن نشتغل هنا بالمت بحبة ناكتب الارقام بالمت والمشروع اعتبر يعني صغير فاممكن نخليه سانتي ممكن نخليه سانتي سانتي مش مشكلة تاني حاجة ممكن نعمل هنا هنا كده نبدأ اسحبين الصورة دية كده على بحيس يبقى قدامي طبعا انا شايفه كده قدامي مش شاكل لها كده انا شغال ممكن اخي عشان ما ادقنيش بس امومن كده كده انا خلاص عبس ان هنا اهيت ده هنا الصفر والصفر فانا هحاول اشتغلي المنطقة دي ممكن نقرد ده كده شوية واول حاجة هعملها اه ان انا دايما زي ما قلنا ان انا هافترض ابعاد لازم افترض ابعاد وانا شغال عشان اعرف اشتغل كويس اه طبعا ده اه ديسك واضح ان هو في مدرج او حاجة زي كده فاممفهوض ان هنا منصوب الجلوس بتاعي يبقى 45 سنطر يبقى معنى كده ان الاكس مسلا او السنتر بتاع الدعامة دي 45 سنطر ضغطينا كده 45 سنطر وبالتالي لو دي 45 ممكن دي تبعدها مثلا مرة ونصف دي تقريبا مثلا خمسة واربعين يبقى كده مثلا ضغطينا تقريبا تسعين وتتعمل لها مثلا تلاتين مثلا اه يبقى متر عشرين او ممكن تبعدها عشرين متر عشرة مثلا فانا هنعمله تقريبا كله على بعضه مثلا متر وعشرة حلاص فان هاعتمد الابعاد دي ان نقلو على بعضه متر وعشرة ضغطينا خمسة واربعين وهنا باية المتر عشرة في طبعا هنا طبعا في رفرافة صغيرة فينا رفرافة تقريبا خمسة سنطي او عشرة سنطي ده سمك ممكن يكون يعني سبعة تمانية سنطي اللغات عشر من في زيدا كده السمك ده او العرض بتاع القضاء ده ممكن يعني ممكن يعني ممكن دي يبقى خمسة في عشرة مسلا ممكن اعتمده خمسة في عشرة ونشوفه المنظور برضو وننسبه احنا اه شغالين طبعا المسافة من هنا لغات المسافة اللي وراها دي مفروضها تكون مش اقل من متر او متر عشرة او يفضل تكون متر عشرين عشان الشخص اللي قاعد هنا والشخص اللي قاعد هنا يبقى عادين مسترياحين ويبقى في مسافة الشخص ده يطلع في حالة او في نفس الوقت اللي الشخص ده جالس فانا هاشتغل على متر عشرين او متر خمسة وعشرين كمان اكس اكس من هنا لهنا كده تمام طيب هنعمل اول كده اول واحدة اللي هي البكية دي كده وكده نشوفه التكرار بتاعنا وحاجة كده في الماكس طبعا نعمل بس سيف دي المشروع بتاعنا وهبدأ بعد كده هقول والله انا عند الخط ده طبعا الخط ده لو هدوكوا لاحظين هتلاقي ان الخط اه لحد ما طالع عادل شوية لغاية هنا بقى كده باخد كده فممكن تقسموا عكادي يعني انا ما عنديش ماناة لو انت عايزة بسموا عكادي ان لو انجيت عكادي كده قلت له عملي هنا وقلت له افست وان بوينت وان متر عشرة اللي ارتفاع اللي احنا قلناه ده متر عشرة طبعا الصورة كبيرة جدا ده كده متر عشرة في المفوض ده هيطلع وعي دي الخمسة واردين سنطف ده هيطلع كده آآ عادل او ممكن يبقى في سنة ميل كده اتغيرها بقى كده يبقى هنا في فلات فلات راديوس مثلا بوينت فايف حاجة شابه كده هممكن تبقى اكتر شوية يبقى حاجة بالشكل ده كده فممكن عايز تعملها حاجة كده اتفاضع مفيش مشكلة انا ممكن اعملها على الماكس على طول ممكن نجيب الطب كده ونبدأ نرسم طبعا انا ده ورسامة مش هعارف اتجيبها بعيد فعلشان كده انا هبدأ بريكتانجل بالشكل ده كده ريكتانجل ده طبعا انا شغلتنا بالصنطي يبقى مية وعشرة سنطي في مية وعشرة مسلا سنطي تمام هبدأ اعمل ده كده اه وابدأ احذف دول دي باصبح معي كده الطول ده دلوقتي خلينا نقدي بس في دلوقتي اصبح معي الطول ده دلوقتي متر عشر هبدأ نضيف مسلا انحرك دي سنة كده شوية عشان انا عايز سنة ميل ونضيف نقطة هنا كده وانا اخد ده كده سنة كمان سمام عشان انا عايز ده ميل شوية وبعد كده في كرفت هنا فبعد ما ميلت وعملت ده هنا كده هبدأ اخد النقطة دي وعمل لها هنا فلت عشان تديني الكرف البتاع بالشكل ده كده ممكن تبقى عايزها اقوى شوية فنعمل انضون نشد دي كده سنة وبتعمل هنا كده بالشكل ده كده طبعا دول بقى من قطتين دلوقتي اهمة نعمل لهم ويلد ويلد فيرتكس الشكل ده كده يبقى نخلص البادي الاولاني طيب نعمل له بس على وطعا نعمل له روتيت عشان نوقفه نشغل انجل سناب عشان ديفه كده تسعين درجة تمام طبعا من ده الجريد بتاعي فنه هطلع بس كده ايه عشان يبقى منصوبه تحت على على منصوب السفر فعاكده طب عليهم ده هاخد هنا بار والبار ده زي ما اتفعنا هيبقى مثلا خمسة في عشرة يبقى هنا عشرة سنتي في خمسة سنتي او العكس ده الخمسة ده العشرة بالشكل ده لكن طبعا راعي دايما ان مش هيكون في عندي زوايا حدة فهاجي هنا على وعلى ندلنا مثلا سنتي بالشكل ده كده طبعا لو كان صفر فيديك شارب فممكن نزود هنا الرقم ده شوية عشان يدينا طبعا الباص نفسه الاساسي في تكسيراتنا كبيرة عايزين نقللها شوية فننزل على ونعلم على وانا بمفرقتش كتير فانا ممكن ادخل ماني والكده مسلا عشرين او تلاتين انا عايزو يبقى سموس آآ جامد بعد كده عندي ايه افصاد انا عملت ده انا عايزين نعرف بقى المسافة دي قد ايه من هنا من الاكس ده للاكس ده فالواضح ان ديت فيها كرسيين يعني لو كل شخص منهم هياخد خمسين سنتين يبقى ده متر لو عايز تدي شوية خصوصية فاتكبر فاتكبر شوية المسافة عن متر ممكن تخليها مسلا متر عشرين فممكن ان اعتمد متر عشرين فناخد من دي كده استنس وهقول له نسخرف له على بعد مية وعشرين سنتين يبقى كده اكس اكس مية وعشرين سنتين واخد كمان واحدة مسلا عند مية وعشرين سنتين طبعا انت ممكن تفترض زي ما قلنا الابعاد اللي انت عايزها بس انا ان شاء الله يعني ايه بحاور اقول لك الابعاد اللي مش هيكون فيها ان شاء الله مشاكل يعني اه ممكن ندي لهم بالمرة نسمى ده مسلا اه ونقول له ونغير لها بس كده ايه حاجة مسلا بالشكل ده كده طيب بعد كده عندي بعد كده في هي عندي اللي موجود هنا وهنا عندي الدعامة دي والدعامة دي واضح ان الدعامة دي الخطاع بتاعها ارفع شوية من الدعامة اللي تحت نظرا لان الدعامة دعامة اللي تحت شايلة الكرسي وشايلة المفصلة اللي بتخلي الكرسي ده او يقف بزاوية تسعين وينزل اه اثناء الاستخدام فانا عندي هنا الدعامة دي اقوى من الدعامة دي طيب الدعامة دين دول هعملهم ازاي والله في كزا طريقة اه ممكن انا ممكن اقفل السويب ده دلوقتي موقعا وارو اعمل هنا كرية وشغل الاسناب ماشي وارو اعمل السناب من النقطة دي للنقطة دي تمام بعد كده هتدي ها وتعالى نشغل السويب ده بتاع ده طبعا هنا في آآ ظل بسبب ان انا شغال هنا فنشتغل هنا بعد كده دي مفهول لنا على ارتفاع كام خمسة واربعين سنتين فانا اقول هنا خمسة واربعين سنتي تماما ممكن اجي كده من الفرانت ازبطها على اساس ان هي تبقى في النص بالشكل ده كده هي طبعا نزل بديفل ستة في ستة ممكن اتسيبها مبدئيا ستة في ستة او ممكن آآ لا اظن هتكبر شوية واه في فرق اهوت ماشي ممكن نخليها ستة في ستة مش مشكلة بس ممكن مسلا لو عايزين نخلي بتاعها يمشي مع بتاع ده فممكن ممكن نلفه كوبجيكت كده مفيش مشكلة بس انا افضل هنا ان احنا في هو ده بيلف في القطاع نفسه على او معالش خليها خليها بدون لف عشان ما نجي نكب الجزء بتاع المفصلة والاعدة ما يحصلش مشاكل خليها احسن وتعالي نديها الميتيريال بتاعتها بالشكل ده كده لان انا لو لفيتوا آآ الزاوية اللي هلفها مش تبقى كبيرة قوي بس ممكن تديني فراغ او فاصل لما اجا اركب الجزء اللي فيه هنا القشابتين او المساحتين بتوع القاعدة فاخليه عادل احسن ما فيش مشكلة فكده رجعتنا على الفرون تاخد منه نسخة هنا نبقى المرضة تبقى عشان هغير في القطاع ده اللايم يمكن نحطه هنا كده ده القطاع. القطاع طبعا هنا هيبقى ارفع شوية. بالشكل ده كده هنا بقى محتاجين ان نلفه. بالشكل ده كده. ممكن ان نتزلوس هنا هنا كده. لان هو مش وصل لغاية فوق قوي. بس محركش يكون فيه هنا حتة هي. تمام وهدى اضبط بقى الزاوية دي كده. بتاعة القطاع لغاية ما تبقى مزبوطة. بالشكل ده كده. طبعا بعد كده هنتحكم في القطاع زي ما انا عايز سواء كسنك. الله انه حاليا اتنين سنتي. اتنين سنتي في ستة سنتي. نفس العرض بتاع ده لكن ارفع شوية. وطبعا نخد نفس المتاكل بالشكل ده كده. بعد كده محتاج اعمل البانل اللي في النص اللي هنا فيه هنا البانل الخشب اللي موجودة هنا فانا ممكن استخدم الاخد واحد من دول. والسويت بدلا ما هو خمسة في عشرة. انا هخلي ستين سنتي. ستين سنتي. ممكن في سمك خمسة سنتي او في اتنين سنتي ونص مسلا حاجة كده. بالشكل كده ده البانل بتاعي. تمام? طبعا هيبقى مية وعشرين بقى. مية وعشرين سنتي عشان يفل ده. انا ممكن اخليه تين اربعين لو انا عايز يفل كله مع بعضه. وعادي اجيبه في النص فنعمله اللاين. اللاين مع ده. فعين اتجاه في الواي بس انا عايزه في الواي بس. سنتر سنتر. يبقى بعدا ما هو كده سنتر سنتر في الواي كده ابقى في النص. تمام? باقي ندوله متيريال تانية. آآ ممكن ندوله حاجة مثلا زي دي. مبدئيا عشان بصعف ان هو الخشب نسفر شوية او فيه درجة بيجي يعني مش بنيات. واجي بعد كده ممكن اغير له ان هو كمال من هنا كده كوبجيكت. عشان لما اجي في هنا كده. ابقى شايفه اللي هو الازرق ده. آآ الازرق ده انا طبعا المفروض آآ الخشبة بتاعة الظهر اخير هوقفة هنا فانا هبدأ اجي كده هنا. وهبدأ اعمل كتير او ممكن اعمل بس انا افضل هنا نعمل يعني كده. وابدأ احزف كل النقط دي كده. واحزف النقط دي. ممكن اضيف هنا واحزف ده كده. طبعا انا سابل حتة ديت حشان ربما احتمال نحرك ده سنة لفوق فمنفضلتش نقعد نضيف نقط تاني. كيب هي كده كده خلاص متضافة معك. وموجودة. انا اظن انه عايز يتخن شوية. المسافة بين ده وبين الفيس ده مش مش كبير اوي كده. وبالتالي ممكن نخلي ده بذل ما هو ستة نخلي مثلا تمانية. نخلي ده تمانية. بالشكل ده كده. وبالتالي ده ممكن نجيبه هو البرة شوية. ممكن نعمل هنا كده. طبعا نخلي اللي فوق ده هو كمان تمانية. قطاع رفيع لفوق ده. نخليها كمان تمانية. او سبعة. سبعة ومس. ماشي. ويبدأ نمسك ده. ممكن نعمل هنا كده. بالشكل ده كده. يبقى اللوح الخشب الظهر ده راكب على طرف من هنا كده. بعد كده. او طبعا كمان اللي تحت ده ممكن نديه سنة اا فلت ما بقى الشرب او كده ممكن نديه مسلا مصف صنطي. طبعا لو حاسين ده وطالع بره ممكن في اي وقت نرجعه بالشكل ده كده. بدون مشاكل نفس الكلام اللي فيه ده برضو محتاج سنة مصف صنطي مسلا كده او فلت يعني. عندي بعد كده الكرسي او القطع الحشب اللي الشخص يقعد عليها فانا عندي هنا. يعني احنا قلنا المفروض ان احنا عندنا المسافة دي اصلا اكس اكس ستين. سوري اكس اكس مية وعشرين يعني اتنين في ستين. فكل واحدة ليها اا مسافة ستين سنطر. طبعا احنا عملها ستين ممكن اعملها مسلا عن خمسين عشان نسيب فراغ ما بين كله كرسي والتاني ما يبقاش القرس يعني ده ده ببعد قوي. فانا ممكن اقول له هنا نعمل شامفر بوكس. ونريح دماغنا على طول. عشان كده كده الخشب هيبقى دايما الزبار بتاعته مش حد قوي فيها سنة كيرف كده. اقول له اعمل لي شامفر بوكس. بالشكل ده كده. ابقعد قوي شامفر بوكس ممكن تبقى خمسين في خمسين. يعني اعمل ليش عن خمسة واربين في خمسة واربين عشان الشخص يبقعد مرتاح. وممكن نقول له هنا الارتفاع يعني انا شايفه مش كبير قوي يعني ممكن يكون يعني من سنتي لاتنين سنتي ونص. مش هيزيد عن المسافة دي فاممكن نقول له مسلا لاتنين سنتي ونص. وندي له مسلا عن الارتفاع مصلا بوينت تو او بوينت فايف. ممكن نخليها مسلا سنتي. ماشي ما فيش مشكلة ونزاود شوية عشان يبقى بالشكل ده كده. ده خمسين في خمسين وهنقول له اعم ونقول له حركها ستين. المفروض الاتنين دول. انا عايزهم في النص هنا. طبعا مش هعرف اعمل الكلام ده. لان هنا مفيش ميت بوينت لان الكل ده خط واحد. فانا هسنترهم على دابع كده رجعهم ستين سنتي فالاتنين دول كده بالسناب مع كده مزبوطين همت الاتنين مع الميت بوينت. فابده رجعهم بالاتنين متر عشرين. ايه عفوا ستين بعد النص المسافة. فهنا سالب ستين سنتي بالشكل ده كده. اضح هم في الاتفاع اللي انا عايزه بالشكل ده كده. طبعا لو حد حاسس شوية ان الزاوية دي هنا حد ففي الحالة دي ممكن نعمل بقى ونعمل لان هنا ممكن تكون بتاعه اقوى شوية شايفين هنا حضراتكم. هنا بتاعه اقوى احنا عاملينه لحد ما تقريبا زاوية قايمة. ففي الحالة ديت ممكن نعمل كده. ممكن نعمل هو اللي هيبقى بعيد وبقى خمسين في خمسين. وهنا مثلا خمسة او عشرة سنتي. ونديلو السمك اللي هو احنا عامل له تن سنتي ونصف. بعد كده ممكن نعمل له. ودفع ادت بولي. ونمسك البوليكون اللي تحت. ونقول له. كنترول ايجز. عشان نمسك اللي اتنين ايج دول. وبقى تطبع ديهم هنا شامفر. بالشكل ده كده. هده قيمة الشامفر وزود هنا الساج ما نسينا عشان يدين هنا يدي بسموز بالشكل ده كده. ماشي اوكي. بالشكل ده كده. نعمل له بقى مع ده. هنا سنتر سنتر اكس واي. في حال دي خلاص انا مش بحتاج ده. يعني دي طريقة وده طريقة تانية. كل واحدة على حسب الشكل اللي هو عايزه. ونعمل ونعمل له هنا كده. مع التاني. يعني كده عملت الليه? القرستين الخشب. ونبديهم الماتيريا اللي اللي احنا عملنا لها. مبدئيا. طبعا هنا اللي احبت اعدل هتطلنا نمسك بقى الفرسكس الفوق العلوية لغاية هنا كده وحاركها الفوق. عشان هزود السنك بتاعه. اه طبعا انا في الاخر هاحزف ده لان انا لما اعمل الكرسي ده بالعدة بتاعته اللي هنا اللي هو اللي حامل مفصلة والكلام ده كله هبدأ انسخه هنا اربع مرات مرة واحدة بس ما بدايا نخلل ده كده موجود عشان. طبعا بس ايه? اه متخيل بس الموضوع وانا شغال. طبعا انا افضل نبص هناك. عندي بعد كده اه الا 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 الاعدة دي والمكانة بتاعة المبصلة اللي هنا دي. تعال نعمل المكانة دي كده. هقوله والله بكل بساطة وتعال ناخد ده مسلا القبي كده. وتعال نعمل روتيت. تسعين درجة. بالشكل ده كده. وده الوضع اللي هي لما ايه لما يكون الكرسي في حالة عدم استخدام هتبقى وقفة هنا كده. نزبط. شايفين تقريبا حضراتكم المسافة اللي هي الفضلة هنا بعد القفل. تقريبا يعني لحد ما هي نفس المسافة دي تقريبا بالشكل ده كده. طيب اه هنا المكانة هتكون عاملة ازاي احنا ممكن بقى نهزف ده عشان نعمل نشتغل. فانا هحط ده هنا كده. اه ديت عبارة عن زي محركوا شايفين كده في اه قرصة حديدة هيت. تمام? وفيها اه كتلة تاني. كتلة دي هي العاملة المفصلة مع الضحر. طب ممكن والله نقول له انا ممكن اخد اه ريكتانجل برضو. ونعمل هنا كده ريكتانجل. نعمل له اللاين. في الواي بس. وده هنديله مسلا برضو نديله فالت راديس. طب نواجه شوية ممكن نخليه مسلا عشرة فعشرة. او خمستاشر. ممكن نمشي خمستاشر. نديله مسلا فالت مسلا اتنين سنط ونديله مسلا سنطي. حاجة زي كده. بعد كده. طبعا لكم يكون سنط كبير. ممكن نخلي مسلا نص سنطي. طبعا مش محتاج في الكلام ده لانه ده في الظهر يعني ما فيش حد هيستخدمه قوي. او محدش يحتاج كبير انه كده كده في الظهر. بعد كده عندي هنا آآ كتلة تانية. ممكن ناخد من ده كده مسلا copy. ونشيل ال الريديس. ونخلي الاكسترود مسلا فضل ما هو نص خليه مسلا اتنين سنط ونقلل ده شوية خليه مسلا عشرة عشرة سنط بالشكل ده كده. ممكن الله برضي يبقى فيها هي كمان نص سنتي ولا حاجة. بالشكل ده كده. بعد كده المفروض دي هيبقى فيها هنا جزء بارس كده زي مصمار كده او ضهر مصمار. وهنا فيه آآ جزء كده فيه خرم هنا اللي هو اركب فيه آآ المصمار ده عشان يعمل لي هنا عملية زي السمولة كده او زي المفصلة بتاعة الباب. فانا كده معناه ان انا يبقى عندي هنا على الوش ده هنا كده. واركتانجل ده ممكن نمسك الثلاثة دول كده نعمل لهم جروب. وطلعهم في قدلوق شوية. عندي ده اكتفاع وممكن يبقى خمسة سنطي مسلا. خلينا بداين خمسة فعشرة. ونعمل له اونلاين. ونوصل الزد. هنا كده. خمسة ده كبير شوية. ممكن نخليه مثلا اربعة. ماشي معقول كده اربعة. وممكن ندي له ثالت راديس. ممكن ندي له مثلا اثنين. يبقى هو كله اعمل ثالت راديس. بعد كده ممكن نعمل له وبعد كده ممكن ندي له اكترود. بس ما علشي ممكن بدل ما اتنين سنطيق. خلينا مسلا احضو نص. ندي له اكترود. حاجة بسيطة كده سنطي مسلا. حدين نعمل هنا بقى. والله ممكن نعمل هنا زي فتحة عشان النصمار اللي هنا يخش فيها او ممكن مش هتفرق لان كده كده لو نصمار هيطلع من هنا فمش هتفرق معي ازا كان ده موجود او مش موجود فانا ممكن ما اعملوش وريع دماغي. يعني معنى اخر ان انا هاجي هنا كده نعمل سيلندر. ممكن السيلندر والله تبقى اه تبقى شنفا قدعني. دي الشكل ده كده. طبعا هتبقى اطفل شوية. مثلا تبقى عشرين. وتبقى ارفع شوية ممكن تبقى سنتي. نص مسلا حاجة كده. طبعا هنا محتاجين شوية حلوين. عشان هنا انا مش عايز ده شارب كده. فده بالشكل ده كده. بقى كده اعمل لها مع ده في الواي. بالشكل ده كده. ودي هتكون في الجزء التحتاني. نعمل لها برضو online في الاكس. بالشكل ده كده. دي هتكون في الجزء ده كده. وبعد كده نضيفها للجروب. نعمل لها للجروب ده. ويبدأ الجروب ده ينزل معنا هنا كده. تمام? عشان يبدأ الجروب ده كله ويلف حوالي الاكس ده. طبعا في لسه شرطة ازبطات محتاجين نعمل لها زي ان احنا نسلا. آآ ده وده محتاجين يطلعوا الفوق شوية. ده محتاج يكون هنا دايما في السنتر بتاع ده. بالشكلة كده. طبعا في الحالة دي مش محتاج ده يكون بارز قوي ده يكون بس كده. طالع ده برا الجروب. الجروب ده من الفروض بقى يطلع لفوق شوية كده. واعايز ينطر شوية لبرا بصفحاتكم انها داخل في فداء وده مش صح. فمن الفروض لما نيجي هنا كده. ده يكون برا كده مش لامس حاجة. ايقا وضعه كده كويس. ممكن يكون اعلى شوية. بالشكل ده كده. وبالتالي بمين احنا زبطنا وضعه في حالة لما يكونوا غير مستخدم. في الحالة دي ممكن بقى نمسك هنا كده. نحط هنا. ونمسك دول كده. ونفيدهم لغاية تحت. لغاية هنا كده. ده طبعا. وده عايد ننزل تاني شوية للباتاكس دي. حاجة كده. وبعد كده بلانا عليه نزبط بعدها. ده محتاج بقى يبعد شوية كده. وبعد ما يبعد محتاج يطلع لبرا شوية عشان كده الحتة اللي ممكن تكسر يعني الفياء قوي. في الحالة دي تكون مسلا حاجة كده. اه طبعا ده طويل شوية فهنأثره كده شوية لغاية هنا. خلاص بس انا ده محتاج. ده محتاج واحد زر نحط تانية. فممكن هاخده او كاب يعني كلون. وممكن اعمل له سيمتري. ممكن هطبع نوضي فاير سيمتري. سيمتري حوالين الواي. او حوالين الاكس. او هنا ازاد بقى عشان هنا بالنسبة لكده كده. خلاص احط الميرور اكس ده فين? هحطه في بتاع ده. خلاص يبقى ده كده لكن دول مع بعض كده واحد همت. بعد كده ده يبدأ نقصره بقى شوية. ده انا عايزه مسلا يكون هنا كده. مسلا على اول مني حتى تانية ممكن نقصر الارتفاع بتاعه. ممكن لقى خمسطاشر مسلا. او او ربعتاشر ونصف. بنعمل يبقى كده تاني هنا كده. سنتر سنتر في الواي. الشكل ده كده. كده مفهولنا نخلصه الكورس داعا فهي دلوقتي كده ده المفهوض لما يلف. يبدأ يلف حوالين ده. طب انا خليل في حوالين ده ازاي? نغير البيوت. او اقول له هنا كده روتيت. حوالين هنا الاوثن التالت. واقول له هنا بيك. وبادي له السيلندر. وبالتالي في الحالة ديت. يبدأ يلف كده حوالين السيلندر بالشكل ده كده. ممكن نشغل ده كده ونقول له روتيت تسعين ضربة. وده الوضع بتاعه بحالة لما يكون مفتوح. وده الوضع بتاعه بحالة لما يكون غير مستقدم. وبالتالي ده لما نجد نعمل له روتيت. يبقى بالشكل ده كده. بعد كده ممكن نعمل بقى ده. اللي اتنين دول جروب هما كمان. دول كده نعملهم جروب. وتاع ناديهم ماتيريال. هياخده ماتيريال برضو اللي هي الميتال دي. ودي. والاتنين دول. بس هنا لو ملاحزين هنا الظهرية السودة دي وصل غاية تحت. عندنا احنا لسه اصيارة شوية اللي هي دي. فممكن انسك الريتانجل ده واطوله كده شوية. واحركوا كده. طب عندنا زمن اراعي كمان انه انا بعمل روتيت ان الخشبة دي ما تحكش في الجزء ده. لأ بعيد عنه الحمد لله. يبقى كده ايه? الحد ما دينا نضبطه تمام. ننسى نحزف بقى دول. وننسخ ده. كنترول ستين. طبعا هنا ليه حد يسألني ليه ما ببعملش بقرية عشان قرية ما فيش فيها وانا عايز وده للاسف مش موجود في قرية. بعد كده لو جيت تمسك بقى واحدة من دول كده تعملها روتيت. دي مسلا كده ودي ما سنكت.